موسيقى هذه القضية في الجزارات عندما كان هناك تماطل من طرف مالك المشروع لواحد المدة طويلة كان يتماطل من أجل إرجاع المبلغ المالية لأشخاص المستفيدين وكذلك حتى بنسبة لبدء الأشغال تأخرت كثيراً هذي الأشخاص أصبحوا كيشكو في المستقبل لهذه المشروع وأصبحوا يعني كي حاصروا في كل مرة باش يطالبوا بالمستحقات ديالهم أو بالمشاريع أنها تقوم بالأشغال ديالها ومن يتعذر عليهم ذلك يعني حاصروا ليلة 21 نوانبير 2019 وتصلوا بالشرطة القضائية لساعداتهم تأتي من أجل محاصرة دياله في الطريق ديال المطار وتم إلقاء القبض عليه بسبب يعني اتهامت لكي كان دلت ضحايا بالنصب وشيكات بدون راسي الضحايا الآن يعني بالنسبة لقاع المعلومات المتواترة الآن يعني تجاوزت 800 ضحية وما زال كانت تزايد كل يوم والمبالغ المالية اللي كانت تكلموا عن مبالغ كتار من 40 مليار ديال السنتيم اللي على شكل دفوعات اللي هالضحايا قاموا بالدفع ديالها المالك هذا المشاريع بالنسبة للمبالغ المالية يعني الآن الضحايا بالنسبة لهم بغض النظر على العقوبة الجنحية أو الجنائية هما بالنسبة لهم الأولوية هي يسترجع هذه المبالغ المالية وهناك أسئلة لأن حول ما صرف هذا المبالغ اللي هي مبالغ مهمة يعني هل هي بقعة في المغرب أم تم تهريبها في الخارج كنظن الشرطة القضائية كتقوم بالعمل ديالها من أجل يعني البحث عن هذا الشيء وكذلك السيدة قاضية تحقيق في إطار تحقيق تفصيلي كذلك رح كتقوم بالعمل ديالها وبالطبع الضحايا بالنسبة لهم الأولوية هما أنهم يسترجعوا على المبالغ وإلا كانت هذا المبالغ في المغرب يعرفوا فين ذهبت هذا المبالغ لأنهم يعني سنوات طويلة هما يجمعوها وما مستعدين بأنهم يتنازلوا على هذه الأموال ديالهم بالنسبة لعني الضحايا هناك شرائح مختلفة هناك مثلا ضحية اللي كان يعني معول على هذا المشاريع باش يستثمر في المغرب وكان يجيب واحدة الشركة ديال المعلوميات اللي هي شركة كبيرة أمريكية ويفتح الفرع دياله هنا في المغرب وكان قنعهم بأنهم ما يمشوش الميصر ويجيو المغرب وبعدا ما يعني تعرض للنسب في هذه العملية ما بقاش تال الشركة دياله ما بقاش تقوم بهذا المشاريع ديالستثمار في المغرب وتهيت خلات عليه وهو لحد الآن ما قدرش يصارحهم بالحقيقة لأنه كان دائما كيتكلم على المغرب ويعني استثمار في المغرب وكان حاول يقنعهم وكذلك عندنا يعني مجموعة من الأشخاص اللي هما مثلا كانوا مهاجرين في الخارج وأطار كبيرة وكانوا ينورون استقرار في المغرب ويديروا الأولاد ديالهم واحد المكان بغوه هنا وكذلك يديروا محلات تجارية واستثمارات كلهم نفس الشيء حكين ضحايا مرضى بالسرطان كان أكثر من أربع ضحايا اللي مرضى بالسرطان وكانوا كيعولوا بأنهم يجووا المغرب ويستقروا ويقلسوا مع العائلات ديالهم والسيد حطم لهم قاع الأمال ديالهم والأحلام ديالهم بجموعة من الأشخاص شافوا يعني حقيقة هذا الإعلان في القنوات تلفازية وكذلك في الصحف بالنسبة للمغرب ما عندناش للأسف واحد الإطار قانوني يعني كيحتم على وسائل الإعلام أنها تحرر الصدق قبل ما تنشر أي إشهار الناس ضحايا كيقولوا بأنه هاد الوسائل الإعلام كتحمل جزء من المسؤولية لأنها هي اللي ربما يعني غررت بمعطاتهم واحد صورة جميلة على هذا المشروع من يمكنهم استثمار وهذا من حقهم لأنهم هما كيشوفوا بأنه مجموعة من الضحايا كيشوفوا أو الثاني بالنسبة للقانون شيء آخر في هذا الملف يعني الشرطة القضائية والسيدة قادية التحقيق يقوموا بالعمل ديالهم والآن ربما وصل عدد المعتقلين إلى ستة أشخاص كلهم يعني كان عندهم مرتباطات بهذا الملف وتحقيقات متواصلة ولائحة المبحوث عندهم بقى يعني بقى فيها عدد من المبحوث عنهم والشرطة القضائية قادية التحقيق أي واحد يقول اسم دياله يعني ذكره الضحايا كمتواريطين هم يعني يقوموا بالاستماع لهم أو البحث عنهم أو إصدار مذكرة البحث ويعني الأبحاث على الجارية في هذا الملف إلى حين انتهاء مصطار التحقيق وهي موثومة بالسرية